قفزات قياسية لأعداد ضحايا ومصابي كورونا تفتح باب التساؤل الواسع على مستقبل العالم في ظل غياب لقاح للفيروس وعلاج محدد ومعتمد له نهايات ثلاث يضعها العلماء أمام الواقع الحالي وفي إطار زمني يصل إلى ثمانية عشر شهرا الأولى بحسب صحيفة أتلانتك الأمريكية تأتي بعد استطاعة الدول التي ينتشر فيها المرض احتواء كورونا بشكل متزامن نهاية مستبعدة بحكم تباين أعداد الإصابات وتفشي الفيروس من بلد إلى آخر السيناريو الثاني يقضي بالانتظار ترك كورونا يأخذ مداه وينحصر على غرار الأنف الونزا بمعنى آخر خلق مناعة القطيع التي اقترحتها بريطانيا أولا وتراجعت عنها لاحقا خيار يكلف خسارة بشرية هائلة كونه يقضي بإصابة 60% من سكان أي دولة على الأقل حتى تتشكل لديهم ذاكرة منعية ضد الوباء توقف انتشاره لكن إذا أخذنا بريطانيا نفسها كعينة للتجربة فهذا يعني إصابة نحو 50 مليون شخص من سكانها أما الولايات المتحدة فيحذر خبراء ومن بينهم الملياردير بيل جيتس من أن مناعة القطيع قد تحصد خمسة ملايين أمريكي ولو اجتمعت عدة دول على تطبيق هذا النهج قد نكون أمام كارثة تشبه تلك التي سببتها الأنفلونزة الإسبانية في 1920 النهاية الأخيرة مرهونة بالسباق الدولي القائم على إيجاد اللقاح والذي سيستغرق إنتاجه سنة على الأقل بحسب المعطيات الحالية أو إيجاد توليفة آمنة من أدوية وبروتوكولات علاجية تستخدم أصلا لعلاج أمراض أخرى عامل الوقت يحمل تهديدا كبيرا خاصة وأن الدول التي تبدو وأنها سيطرت على كورونا كالصين تفتقر للمناعة ضده وقد تكون عرضة لموجة ثانية من الفيروس في أي وقت حنين الشولي العربية